مستر فييرا يمكن عملت موسم جيد جدا مع نادي الزمالك بنيت فرقة كانت المفروض ان هي تستمر الفترة كبيرة جدا لكن كان فيه مشاكل كتيرة جدا قبلتك مع ادارة نادي الزمالك احكينا ليه الفترة دي ما كملتش أولا ترى أن تتعلمني لديك بعض التحدث معك إنه عمي لأني ويشرفني أن أكون موجودا معك في هذا اللقاء ولكن أعتقد أن بشأن هذه النقطة كنت أعمل في الزمالك منذ ثماني أو تسع سنوات ماضية ولا أفهم لماذا يسألني الجميع نفس السؤال مرة أخرى نحن الآن في عام 2020 وهذا كان في عام 2012 وشرحت ذلك كثيرا ولكنني سأشرح لك مرة أخرى وأسعد بهذا الشرح لا يوجد لدي أي مشكلة مع الزمالك أن نستقول أنني تركت الزمالك وهذا ليس صحيح لو تتذكر أنه في ذلك الوقت كانت هناك مشكلات داخل البلد ذاتها وكان عقدي قد انتهى في شهر يونيو من ذلك العام وكان علي أن أتحدث مع رئيس النادي السيد ممدوحة باس في ذلك الوقت عن وضعي هل سأستمر هل سأتوقف هنا سواء بالنسبة لي أو لمساعدتي وقالوا لي أن أنتظر وبعد ذلك حدثت بعض الموضوعات التي وقعت في مصر في ذلك الوقت وحدثت الثورة ولم يجدد عقدي أنا لم أترك الزمالك ولكن كان عقدي قد انتهى وأرجو أن يكون ذلك واضحا وأتمنى أن يكون كلامي واضحا في هذا السياق حبيبي